دائماً لما تكون في لعبة ناجحة يحاولون الكثير أنهم يقلدونها ويتطوير لعبة مثلها أنا هنا ما أتكلم عن شركات الألعاب الصينية الغير معروفة لتقلد الألعاب لا 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 أنا أتكلم عن شركات معروفة جداً مثل سوني ومايكروسوفت وإي إي ومحاولتهم لتقليد ألعاب ناجحة في هذا الفيديو ورح نذكر لكم ألعاب حاولت تقليد ألعاب ناجحة وفشلت طبعاً الفشل هنا نقصد في عدم استمررية اللعبة واختفاءها من السوق بينما المنافس برز في السوق واستمر فيها ما هي المبيعات؟ وقبل ما نبدأ لا تنسوا اتزروا اللايك واشتركوا في القناة معكم فات الشيحة والحين خلونا نبدأ لعبة كروك قلدت ماريو 64 لا شك أن أشهر لعبة بلاتفورم في التاريخ هي سلسلة سوبر ماريو ولأسباب واضحة فهي تعتبر لعبة اللي وضعت الأسس لجميع العاب البلاتفورم اللي أتت من بعدها وأيضاً تعتبر أول لعبة بلاتفورم ثلاثية الأبعاد بلعبة سوبر ماريو 64 وطبعاً أقصد فيه التحرك الحر في المرحلة والاستكشاف فيها طبعاً كثير حاول أن يقلدها وفشل وواحدة من الشركات كانت فوكس انتراكتيف وأتت بلعبة بلاتفورم اسمها كروك وهي تلعب بشخصية تمساح يغامر في مرحلة بلاتفورم وكانت ثلاثية الأبعاد ورسومها كارتونية وقريبة جداً من ماريو 64 اللعبة نجحت وحصلت على أعجاب النقاد والجمهور وتميذت بوجود الحان جميلة جداً وصدر منها جزئين وبعدها اختفت السلسلة تماماً وما شفنا أي ذكل لها حتى مع وجود ريماسترات كثيرة في وقتنا ما شفنا أي ريماستر لها يمكن نشوف المستقبل ما ندري لعبة كيلر انستنكت قلدت مورتل كومبات لعبة مورتل كومبات تعتبر أعنف لعبة قتالية في التاريخ وحتى من التسعينات كانت تعتبر كذا وكانت سبب رئيسي لتشكيل منظمة تصنيف الألعاب العالمية والسبب وقتها يرجع لوجود عنصر الدم والقتلات المميتة أو الفتالة في اللعبة شركة نتندو شافت النجاح اللي سببته وقتها مورتل كومبات وقررت أنها تطور لعبة نفسها في صلاة الأركيد وكانت اللعبة كيلر انستنكت من تطوير رير واللي كانت تعتبر أحد فرق التطوير لدى نتندو لعبة كيلر انستنكت نجحت نجاح كبير جدا واستمرت حتى عصر نتندو سكسي فور وبعدها اختفت من الوجود بينما سلسلة مورتل كومبات استمرت في النجاح وفي عصر جهاز الاكس بوكس وان رجعت لعبة كيلر انستنكت من جديد لمنافسة مورتل كومبات وكانت من تطوير رير لكن هذه المرة أصبحت مملوكة من قبل شركة مايكروسوفت العريقة واللعبة نجحت وقتها لكنها ما قدرت تستمر في النجاح ومنافسة مورتل كومبات وفي النهاية تم تحويلها الى لعبة مجانية وتم دفنها لعبة دانتي انفيرنو قلدت غاد اوف وور سلسلة غاد اوف وور تعتبر السلسلة اللي ارتقت بألعاب لهاكو سلاش من ناحية الجيم بلاي والشخصيات والحوارات والقصة وحتى الرسوم وقتها كانت مذهلة جدا طبعا كل لعبة ناجحة لازم تجي شركة تقلدها وهنا الشركة كانت العملاقة اي 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 طورت لعبة اسمها دانتيز انفيرنو وهي مبنية على رواية او شعر طويل للكاتب لايطالي دانتي فكرة اللعبة كانت نسخة طبق الاصل من غاد اوف وور من ناحية الجيم بلاي والرسوم وطريقة تنويع الاسلحة وتطويرها كلها كانت نسخ ولسق من لعبة غاد اوف وور وما كانت ناجحة وتقييماتها كانت متوسطة وطبعا بعد جزء واحد فقط للعبة اختفت من الوجود وفشلت لعبة بلاي ستيشن اول ستارز قلدت سوبر سماش برادرز شركة نتندو تعتبر الشركة الوحيدة المستمرة في انتاج اجهزة منزلية خاصة فيها والعاب حصرية لها ايضا وتملك عنوين العاب مشهورة وكثيرة وعشان كذا قررت جمع الشخصيات المختلفة في عنوينها في لعبة واحدة وكانت اسم اللعبة سوبر سماش برادرز فكانت لعبة قتالية مع وجود عوامل العاب البلدفور واكثر شيء يميزها هو وجود شخصيات نتندو الايقونية مثل ماريو ولينك وسامس ودونكي كونغ وغيرهم الكثير في البداية كانت فقط محصورة على شخصيات من العاب نتندو ولكن مع تقدم السلسلة صار فيها شخصيات من العاب ثانية كضيوب مثل سنيك من متال جير وسونيك من سونيك طبعا بلاي ستيشن شافت نجاح اللعبة وايضا اعجبت بالفكرة وهي ايضا تعتبر شركة تملك عنوين حصرية لها وقررت عمل لعبة مشابهة لسوبر سماش باسم بلاي ستيشن اول ستارز وكانت نفس الفكرة والجيم بلاي من سوبر سماش بحيث استخدموا شخصيات يملكونها مثل سلاي من لعبة سلاي كوبر وسويت توث من توستيد متال وغيرهم الكثير وكانت في فروق بسيطة بينهم والمميز فيها ان بلاي ستيشن استخدمت شخصيات كضيوف الالعاب لا تملكها مثل بيك دادي من بايو شوك ودانتي من دول مكراي ومع هذا كلها اللعبة فشلت بان تتغلب على سوبر سماش وصدر منها جزء واحد فقط وفي شاعات ان الجزء الثاني قيد التطوير لكن نستبعد ذلك لعبة كلزون قلدت هيلو العاب التصويب الجماعية في السابق كانت محصورة فقط على اجزة البي سي بالعاب مثل كونتر سترايك وقتها وما كان في لعبة تصويب جماعية لاجزة الكونسول الى ان ظهرت لعبة هيلو مع اطلاق جهاز الاكس بوكس الاسود القديم واكتسحت الساحة وقتها اضافة الى طور القصة فيها فطور اللعب الجماعي كان السبب الرئيسي لانتشار اللعبة لدرجة ان مقاهي الالعاب اللي كان يوجد فيها كونتر سترايك صارت تحط اكس بوكسات عندها ولعبة هيلو فيها واصبحت اشهر لعبة تصويب جماعية وقتها وبعدها سوني شافت النجاح اللي حقيقتها مايكرسوفت وقررت ان تقلدها بلعبة كلزون فكانت فكرتها شبيهة بلعبة هيلو بانه كان فيها طور قصة وطور تصويب جماعي ونجحت اللعبة نجاح كبير جدا وصدل لها اربعة جزاء وبعدها اختفت وانشغل فريق التطوير بتطوير سلسلة هورايزن فما ندلوش صار عليها وهلا بترجع او لا وهذي كانت الالعاب اللي تم تقليدها من شركات عملاقة عساس انهم تفوقون لكنهم فشلوا عطونا رأيكم بالحلقة واذا عندكم اي العاب ثاني ما ذكرناها اكتبوا تحت بالقبل كان معكم فهد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة